السلام عليكم البنات كديرين صحيحة ديالكم لا باس نتمنا تكونوا مزيانة و تكل الأمر ديالكم مزيانة اليوم أغد نشارك معكم و هدل وصفة هدل وصفة هذي لشعار زوينا بزاف يعني مكون واحد وصفة غزالة بالنسبة لبنات يعني اللي بغوا الشعار ديالهم يطوال اللي بغوا الشعار ديالهم يقول لي قوي هدل وصفة هرا غتعجبك زوينا نتمنا يعني تديروا هدل وصفة هذي سهلة بزاف هادل وصفة هذا الوصفة هذي قد يحتاجوا لها مكون واحد اللي هو القرنفل القرنفل غاني عن تعريف الشعر زوين بزاف الشعر والقرنفل ما غدش يعني نستعمله مطحونه لهذا غد نستعمله بخاخ للشعر يعني غد نستعمله بخاخ القرنفل للشعر هذا البخاخ هذة روعة بزاف كيقوّلنا الشعر من الجذور كيقوّل بصيلات ديال الشعر كيطوّلنا الشعر في حد الفترة اللي قصيرة بزاف وفي نفس الوقت الى دومتوا على الاستعمال ديالو كتتخلصوا من الشعر الابيض وكيغير لنا اللون تشعر يعني كندخلوه في استباغات طبيعية وهد الوصفة هادي يعني انا غدي نديلكم بخاخ بالقرنفل فقط ودي جا استعملت لكم واحد البخاخ في القرنفل وكين وصفات ديال القرنفل مع الحنى مع مهم غدي نشاركم معكم ان شاء الله دابا عم نشاركم معكم بخاخ القرنفل فقط يعني كيفاش تستعملوه وبطريقة يعني صحيحة ومجربة اللي كتكون يعني مضمونة هنا عندي البنات جوج معالق كبار ديال القرنفل كتحتاجوا جوج معالق كبار ديال القرنفل وكنحتاجوا واحد الكأس كبير من الماء بالنسبة للطريقة كيفاش يعني نوجدو هاد البخاخ كينجوج ديال الطرق بالنسبة للطريقة الاولى كنناخدو هاد الكأس ديال الماء وكنخليوه يغلى كنزيدو لي هاد القرنفل هادا كنخليوه المدة ديال 5 حتى العشرة دقايق متفوتوهاش وهو ماء فوق النار من بعد كنناخدو واحد الإناء كنضيفو فيه هادك الماء مع القرنفل وكنغطيوه وكنخليوه المدة ديال 12 ساعة يعني هاد الوصفة كنستعملوها قبل بنهار قبل الاستحمام مهم كنخليوها 12 ساعة وذيك الساعة كنصفيو هاد الماء هادا اللي حصلنا عليه ديال القرنفل كنوضعوه فو حد البخاخ باش غادي نبقوا نستعملو هالشعر ديالنا نقول لكم دا بالطريقة التانية كيفاش يعني تحضرو هاد البخاخ باش ديك الساعة نقول لكم طريقة الاستعمال ديالو على الشعر طريقة التانية كتجيبوه كاسرونا كتوضعو فيها القرنفل وغادي نضيف عليهم وحد الكاس ديال الماء يعني نفس الكمية كينجوش طارق اللي بغايتو ديروها كيف ما شفتو غادي نضيف كاس ديال الماء كنوضعوهم فوق البوطة على نار تكون مهيلة حسبو لها 15 دقيقة وطفيو عليها النار يعني 15 دقيقة طفيو عليها النار من بعد ما يعني كيغلالينا هداك القرنفل كنخليو حتى كيبرد لينا كنخليو حتى كيبرد وديك الساعة كنوضعوه فوحد البخاخ باش غادي نستعملوه طريقة كيفاش غاستعملوه على الشعر يعني انا قلت لكم جوش طارق كيفاش تحضرو هاد المحلول ديال القرنفل طريقة فيما كتغسلو الشعر ديالكم يعني كتستعملو شامبوان والبلسم كترشو به الشعر ديالكم حتى كتغسلو الشعر ديالكم كتبقى وترشو الشعر ديالكم بهد الماء هدا ديال القرنفل يعني فيما كتغسلو الشعر ديالكم كتديرو هاد الوصفة كتكونوا موجدانها بالنسبة للطريقة الثانية كينش ابنات اللي ما عيبغيوش يعني القرنفل يبقى في الشعر ديالهم اللي حساب الريحة وهدا يعني كينما كيعجبوش رايحات الاعشاب بالشعر طريقة ثانية يعني ك ÄË ترشو الشعر ديالكم بهد ماء ديال القرنفل قبل ما تغسلو الشعر ديالكم بليلة يعني كتخلوه ليلة كاملة في الشعر ديالهم وذيك الساعة يعني كسغس לו الشعر ديالهم عادي من غا ستمرو على هاد الوصفة هادية غادي تشوفو الشعر ديالكم كيفاش غادي يوليب القرنفل فقط يعني مكن يحتوشوا إضافات تكايد إضافات أخرى مع القرنفل ادك يعني وصفات آخر centimeter غادي ونشاركم معاكم نبغي القرن في البوحدوها كيفاش تستعملوه كينا يعني جوج طرق ديل التحضير شاركتم معاكم كينا جوج طرق الاستعمال شاركتم معاكم وطبعوا هاد الوصفة وغادي تشوفوا يعني النتيجة وصفة زوينة وطبيعية متخفوش يعني طبيعية مياه في المياه كيف ما كتشوفوا تهلو لفراسكم هدا والفيديو كليوم نتمنى يعجبكم ونتمنى تديروا هاد الوصفة وتعجبكم ما تنسونيش بلاي لايك وبتعليق الى فيديو اخر ان شاء الله مع السلام